رحبا حضراتكو في الفقرة الأخيرة والفقرة التبية يعني ناس كتير جداً بيبقى عندهم أسئلة وبقى فيه شغف حول الطبيق أو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه لأن دايماً ما نكتشف حاجات جديدة النهاردة حنتكلموا من الحاجات الجديدة اللي حنكتشفها بعض المعلومات المغلوطة عندنا فيه ناس تقولك إن فصل الصيف الناس بتخس فيه أسرع أو الحرق فيه بيكون أكتر قلينا نقول إن فصل الصيف خلاص خلص وبتدينا دلوقتي ندخل في فصل الشتاء ناس كتير ما تعرفش بقى ويدي النقطة إن في الجو البارد عايز أقول لحضراتكو الحرق أصلاً بيكون أعلى أو ده بيزود نسبة الحرق في الجسم فبالتالي إحنا بنحس إن إحنا جعانين كتير لأن الدهون عندنا بتتحرق أسرع فدي النقطة أو دي المعادلة اللي يقولك فيها ليه الشتاء الناس بتدخن الناس بتدخن عشان الحرق بيكون أعلى فبالتالي الناس بتجوى طيب دي المعلومة أو دي النظرية إيه اللي حيحصل وإيه اللي إحنا ممكن نعمله في فصل الشتاء عشان موضوع الحرق وإن إحنا ما ناكلش كتير خلينا نعرف كل ده وإحنا كمان نسيطر هنا على فكرة الجوع المتكرر في فصل الشتاء خلينا نعرف كل ده من دكتور ريهام الحياوي استشاري تغذية العلاجية اللي من ورنا من ورأ بيكي عجبني جداً إن إحنا إحنا أولاً ألوانا واحدة عمليه ماتش من اليهار ده مع الديكار وكل حاجة مع الكنب معلومة اللي أنا بتديت بيها نس كتير كانت فكرة العكس إن أنا بخصة أكتر في الصيف فالجسم يبقى أحلى في الصيف لا ده بالعكس إذا طلع إن الشتاء أو الجو البارد ده بيساعد أصلاً على الميتابوليزم بيعلى أو نسبة الحرق بتبقى أعلى فنعمل إيه بقى لأن فعلاً الواحد بيجوع كل ساعتين ونص تقريباً خلينا نصلح المعلومة الغلط الأول عشان فيه معلومات كتير يعني متضربة كل واحد بيقول حاجة يعني على مزاجه أو معلومة من هنا على معلومة من هنا فبنكون معلومات كلها خاطئة نمشي بها في حياتنا فتضرنا وتخلينا بنعملش أي نتائج فنحبط فما نكملش فإحنا عايزين نعرف الصح من الغلط خلينا نتفق إن فصل الشتاء زي مبدأ رمضان بالزبط إنه مفروض إنه الشهر ده أو فترة الشتاء دي بتساعد جسمنا جداً يا نهواند إن حرقه بيكون أعلى وبيخس فإحنا لو يعني فهمنا ده كويس وبتدينا نزبط طريقة أكلنا ونظامنا وحركتنا ورياضتنا هنستغل سواء شهر رمضان أو الشتاء بقى اللي هو موضوع حلقتنا النهار ده يا جماعة استغلوه جداً جداً لإن معدل الحرق بيكون أحسن ليه برضو يا نهواند عشان الناس تكون فهمة إحنا بنتكلم في إيه درجة السقعية اللي برا جسمنا بيحرق طاقة زي الدفية بالزبط علشان يوصل درجة حرارة الجسم ويدف فيها فبالتالي هو بيحرق شغال فحرق الدهون عشان تبقى مزل للطاقة لي فلو حضرتك ما دخلتيش سعرات زيادة عن اللزوم من البطاطا والسحلب والحاجات الجميلة اللي كلنا نتجه لها بقى ففتر الشتاء هتلاقي جسمك عمال يحرق من المخزوم بتاعه من الدهون وبتدخليش سعرات زيادة فخارجيه من فصل الشتاء واحنا رفيعين الصيف طبعا العكس احنا ما بنخسش في الصيف ولا حاجة وبالعكس احنا بنمشي على عادات صحية خاطئة عشان احنا في مصيف وصهر فبتكون من هنا المشكلة التانية طيب ايه الحل بقى نهواني ماننا بنتكلم على مشاكل الصيف ومشاكل الشتاء والسؤال اللي سألتيا دكتور شهية بلا توقف احنا بنعاش نسيطر على نفسه اه اه والصيف شهية بلا توقف برضو ومصيف وصهر طيب الحل النهاردة اللي جاي اتكلم عنه وانه هي بتقدمه شركة بايو ناتشرلز وهي شركة كل منتجاتها طبعية 100% وامينة 100% وهو كورس بيستا كورس بيستا مكون من بيستا ومالتي فيتامين اللي فيه 13 عنصر في قرص واحد يعني هوندو دي حاجة مهمة جدا المالتي فيتامين اللي بيضم كل العناصر اللي جسمك محتاجها وتغذيف قرص واحد انا بشوف ان دي كابسولة سحرية لانها اولا بتساعدك جدا في زيادة معدل حرق بتاعك لما هتخسي مع بيستا وهو الكورس المالق بالالياف المكونة من كشور السيليم ردة القمح والشوفان ومش بس كده في فيتامين سي والكارنتين وكروميوم ودي كلها مكونات يا نهواند بتساعد على تقليل امتصاص جسمي لانشويات تحفيز الانسولين ودي حاجة مهمة جدا لشانا مقاومة الانسولين اللي بقت مرض العصر وموجود دلوقتي وفي نفس الوقت فيتامين سيلي موجود بجرعة محترمة جدا بيحفز ان الدهون المتخزنة جوه جسمك تطلع تتخلخل وتبتدي تبقى هي المصدر الوقود لجسمك مكان السكريات والنشويات اللي انتي قللتيها بايه بقى بالالياف اللي انا لسه ذكرها القوة السلسية السيليم وردة القمح والشوفان الالياف دي بتخش في بطننا ينهوان تملاها زي البلون فبالتالي انتي متعودة بدون دايت وده سر كورس بيستا بدون دايت وبدون نظام رياضي انا مش بدعوا ان احنا نبوز الدنيا بس انا بخاطب مشكلة العصر اللي هي بقيت عند كل الناس يا دكتور ما فيش وقت للرياضة بندفع فلوس الجيم مش بنروح احنا بنجيب الحل السهل للناس اللي هي ما عندهاش قدرة او مصدرة او قدرة صحية لان خلي بالك احنا كورس بيستا بيناسب جميع الاعمار من اول سن 13 سنة وكبار السن والمراهقين والكبار السن غاية سن 70 سنة كل الناس دي حتى الناس اللي عندها امراض مزمنة يا نهوان بالعكس ميجيب معانا نتائج رائعة جدا لان زي ما احنا عارفين ان كتير جدا من امراض المزمنة مرتبطة بوجود السنة المفرطة لان احنا بنقولها كده في الطب سنة مفرطة تؤدي الى امراض مزمنة فبالتالي لو حسنتي السنة مشكلة السنة بنيت واخدى كورس آمن طبيعي معتمد على الالياف العالية اللي بتزبط مستوى السكر في دمك وخدثي الجزء الثاني اللي هو المالتي فيتامين قلب مالتي فيت 13 عنصر من العناصر موجودة في كابسولة واحدة ومش بس كده مستخلص القهوة الخضرة اللي بيساعد جدا جدا ينهوان ده على حرق الدهون وبنلاقي الحمد لله نتائج كبيرة جدا مع الناس اللي بتتابع معنا طبعا على الخطوط اللي بتظهر على الشاشة او على صفحتنا بايو بيستا دي المكانين نقدر نتواصل والكورس يقدر يوصلنا لغاية عندنا في البيت من غير منابزل اي مجهود او الصيدليات برده او الصيدليات بس انا بسهل على الناشا انا عارفة انت عارفة دايما منحط عقبات كتير جدا فانا بقول لأي حد وانت قاعد في بيتك تتفرج على تلفزيون تقدر تطلبه هيجيلك لغاية عندك ومش بس كده هيكون عليه هديتين وانا بشوف ان هما من الحاجات اللي بشكر عليها شركة بايو ناترلز جدا ليه بقى المتابعة المجانية دي مهمة جدا اللي انت تلاقي رقيب حس انه بيتابع كل اسبوع بيتابع عين وعلى وزنك مش بس كده انت بتكلميه على ارقام اللي ظهر على الشاشة او لو هتتواصلي على صفحة بايو بيستا بتعرضي حالتك الصحية بالزبط وحالتك العمرية ومشاكلك المريتي بيها مع اي نظام غزائي اللي هو اليو يو دايت عملت دايت وبطلت واتخنت وخسيت وروحت لدكاترة مصر كلها ودفعت فلوس كتير وعملت اجهزة فكل الرحلة دي احنا لخصناها بمتابعة من خلال التليفون اللي ظهر على الشاشة زي ما قلنا او صفحة بايو بيستا هتتواصل مع فريق متابعة مجانية اسبوعية لغاية لما نوصل لوزننا المثالي مش بس كده في حاجة رائعة وتثبته لان خلي بالك الوصول للقمة نهواند الى حد ما لو ماشيين ومتابعين مع بعض وبنخس كل اسبوع وعايز اقول نقطة مهمة بنخس مع كورس بيستا من 8 ل 12 كيلو شهريا وده رقم ممتاز جدا لان من غير دايت ومن غير رياضة بس ثانية واحدة لو انا هعمل نفس الكورس اللي هو قبل كل واجبة بنص ساعة بشربه على كبات مية في ناس هتعملها اكتر من واجبة حسب الوجبات الرئيسية احنا بكلم عن الوجبات الرئيسية بتاعتهم ولكن هل كل الناس هتخس من 8 ل 12 لان في ناس بتخس بطئ جدا وفي ناس بتخس بسرعة جدا فالفرق ما بين ده وده عشان برده المعلومة تكون وصلة للمتسادة المتابعين سؤال حلو جدا يا نهواند احنا كل حاجة في الدنيا بنحط لها رينج عشان كده احنا نحطينا رينج من 8 ل 12 بس اللي هفاجئك بقى مننا احنا عندنا فريق كبير جدا بيتابع الحالات زي ما قلت لك اسبوعية متابعة مجانية وطبعا مع المتابعة المجانية الهدية التانية فيتامين دي سري وهتكلم بالتفصيل عنها بس ارد على سؤالك ان المتابعة دي بقيا يا نهواند انتي دلوقتي بتاخدي كل العناصر اللي انتي محتاجاها في المنظومة علشان تحقق النقص يعني انا رجل عندي كتلة عضرية ممتازة رائعة بتشغالة في الحرق انا ومراتي طلبنا كورس بيستا خلاص انا كرجل خسية 15 كيلو وهي خسية الحد الادنى اقل حد خس عندنا هو 8 كيلو خلي بالك الارقام اللي احنا بنقولها دي يا نهواند بيزد على دراسات وكميات كبيرة جدا من الحالات ماشي على الكورس بقالها فترة طويلة جدا فاحنا طلعنا بالقياسات المعدل ده ان اقل حد خس 8 كيلو اعداد ما شاء الله كبيرة جدا وازية حد خس هو اكتر من 12 كيلو بس ممكن يكون مش بالكمل كبير فعشان كده وقفنا عند رقم 12 فهم قصدي فحنقول ان الاولوية عندي يعني او الناس اللي في الطب الطب تان يعني هم الرجال عشان كتلة العضلية عندهم بتساعد جدا على زيادة معدل الحرق ويريهم الفئة العمرية الصغيرة اللي ما عندهاش مشاكل صحية في الهورمونز او اي حاجة برضو من الناس اللي بتخس معنا في ارقام كبيرة كل بقى مكان السن كبير شوية الحركة قليلة عشان هو اصلا قريدي عنده مشاكل في الركب والغضريف فهو اصلا ابتدى كورس بيستا معنا ومع الفريق وفي المتابعة لان دكتور العضم قال له انت مش هتمشي مش هتقدر تتحرك من مكانك حتى في البيت ابسط حركة غير لما تخس بطريقة امنة صحيح ومناسبة لسنك بس انت حركتك قليلة فحرقك طبعا هيكون اضعف شوية فدي الفئة اللي ممكن انهوان تخس الرينج الاقل اللي هو التمانية كيلة طيب كويس جدا فيه برضو عندي كذا استفسار علشان الناس برضو تبقى عارفة فيه ناس ممكن تقولك طيب ايه بالزبط العناصر اللي ممكن تساعد مش فكرة بس اننا يعني الجوع عندي يبقى limited شوية او يتم بالسيطرة عليه ايه العناصر اللي جوه بيستا اللي بتساعد على حرق الدهون وبتساعد على تحسين المزاج لان احنا عارفين موضوع الدايت والخصصان للأسف الشديد بالنسبة 95% بيقدي ليه مود وحش والناس بتبقى عصبية شوية وكده على غرار او على عكس بقى بيستا فايه المكونات او الكمبوننت او الانجريدينس اللي جوه بيستا التحديدا ممكن نشرحها اكتر للناس عشان تبقى عارفة مع قلتنا فيتامين دي اللي هو هيبقى بالخير بالزبط كده هبدأ ببقى فيتامين دي لانا قلت هكمل كلام عنه احنا شركة بايو ناترلز بتقدم على كورس بيستا فيتامين دي سري هدية مع المتابعة المجانية فيتامين دي اه دي وليه دي بقى اناواند عشان ده ضمن الحاجات اللي انتي بتقوليها فيتامين دي جماعة ناقص عند 3-4 مصريين او يمكن اكتر من 3-4 مصريين وبصورة عنيفة ممكن نقول مش ناقص مش موجود اصلا ده اللي هو بيبقى من يعني من الشمس من الشمس صح كده ومش موجود في الاكل غير قليل او مش موجود مصادره من الاكل اقدر اعتمد عليه مقدرش اعتمد عليه من الحاجات القليلة جدا خلي بالك فيتامين دي عشان كده ناقص عند معظم الناس هو ازاي عندنا ناقص مع ان احنا الشمس بتاعتنا ده حاجة مهمة بقى جدا لان لازم تتعرضي اولا في توقيتات معينة وجلدك مباشرة يعني انت دويما وانت في الشارع رجبة عربية قفلة الازاز رجبة مواصلات قعد جوة مكتب قدام الشباك اي ازاز اي حاجة عايزل بينك وبين الشمس او لبسك فانتي الشمس مواصلة كيش للأسف يعني لكن الاجانة بقى مجرد بتطلع عندهم الشمس حاجة بسيطة عشان بيعرضوا جسمهم طبعا بصورة كبيرة فالموضوع بيكون مختلف فنرجع تاني لموضوعنا وهي هدية شركة بايو ناترز لفايتامين ديون طبعا مجانية وكمل بقى بقية العناصر اللي هي في الكورس الاساسي اللي بتوصل لأي حد هيتواصل على الأرقام مع فريقنا او على صفحة بايو بيستا وهي بيستا المكون الاساسي الأكياس اللي بناخد الكيس قبل كل وجبة بنص ساعة كالياف مالقة بندوبها في كباية مياه نهواند هناخدها قبل أي وجبة هتعمل ايه زي ما قلت لك بلونة هتنفيش بطنك فتتلاقي كمية الأكل قلت بصورة كبيرة جدا للنص وإحنا بنوصل للربع طب دي أول حاجة الكيس ده نفسه فيه ايه تاني يا نهواند هيساعد ان انا افقد وزن الطريقة آمنة وسهلة ودي نقطة مهمة جدا آمنة وسهلة زي ما قلت لك فيه الكروميوم بتركيز 500 ميلي جرام وفيتامين سي وقال كارنتين طب دول هيعملوا ايه بقى نهواند تأثيرهم بقى على الأكل نفسه تأثيرهم بقى ايه الكروميوم عندك بمنتهى البساطة انتي كالتي نص كمية أكلك كان فيها رز أو عايش اللي هي النشويات أو أي مصدر النشويات هو ساعد ان انتي ما تنتصيش كل الكم من النشويات أو السكر فهو قراد يخلصك من جزء كبير حفز إفراز الإنسولين ودي حاجة مهمة جدا علشان يبتدي يحرق السكر ده وما تبتديش تعود يتخزني في سكر وجسمك يكون دهون ويحصل دهون منطقة البطن السفلية فحلينا مشكلة مقاومة الإنسولين فيتامين سي لمعظم الناس ربطف دماغي نهواند إن ده فيتامين مناعة فقط لغير لا يا جماعة فيتامين سي ليه دور رهيب إنه يطلع الدهون من جوة الخلية المقاومة يعني أنا بطلع بقى حتلاقي عشان كده ناس كتير من اللي بتمشي على بيستا معنا بتقولي يا دكتور أنا لما كنت قبل كده بوصل للناس بقالب بيتابعوا على الأرقام مع فريقنا من أخصائيين التغذية والدكاترا يقولولهم أنا لما كنت في الوزن اللي أنا خصيته ووصلت له ببيستا ده كنت بلبس مثلا ميديم دلوقتي مع بيستا أنا مثلا وزني ستين بس بلبس سمول يعني حصل عندهم إيه أنا هواند نحت في القوام يعني أنت على الميزان نفس الوزن اللي كنت توصلي له زمان بس الديمانشنز أو مقاساتك خاصة ده نتيجي تيه هذه نقطة مهمة جدا لأنه ممكن تجيبي زي ما كنا بنقول حد نفس الوزن 70 كيلو 70 كيلو مثلا بالزبط وتلاقي ده بجد شكله مش متناسك أبدا وده شكله مرسوم أو مضبوط فده ليه علاقة بقى بأن فيه فيتامينز بتساعد أصلا على دوابان الدهون في الأماكن اللي هي بيبقى فيها زيادة هنا عندنا حاجتين يبتلي شكله ري شيبينج يحصل له شكل مختلف فالناس بتحسن هي خصب بطريقة كمان جسمها كنا بتلعب رياضة طبعا أنا مش بدعو لعدم ممارسة الرياضة ودائما بحب أقول الكلام ده نحن نجيب حل للناس اللي الظروفها لا تسمح معا أن نحن بننصح وعايز أفاق بحاجة وأنا مبسوطة بيها جدا ودي فوائد المتابعة المجانية اللي احنا بنقدمها إيه بقى انتي لما الناس بتبتدي أنا هوند تخس عشرة وعشرين كيلو هي نفسها بتخف مشاكل ركبها بتروح تبتدي تبقى خفيفة في حركتها ومتحمسة موتيفيتة يا دكتور أنا شكل يبقى حلو بالضبط بقيت في نبس الرياضة شكلي لطيف بنزل مع ولادي الموادي ومتمرين أتماشى في التراك شوية أو أروح الجيم وولادي في المدرسة شوية فتلاقي المود تحسن والشكل كمان يبقى أحسن لنا يخسن هو ممكن ده يكون حتى ستاب أولى إن أنا أزبط شوية وزني وبعد كده أروح الجيم لأن في ناس على فكرة في كتير نماذج بيكسفوا بيكسفوا يروحوا الجيم لو هم أوفر ويت أو أوبيس يعني اللي هو الزيادة ده قوي فإحنا ممكن نبتدي بدأ نخس على قد ما نقدر به شهر شهرين ثلاثة وبعد كده نبتدي بقى نزبط الحاجات الزايدة فده ممكن يكون هو ده اللي بنأسهل وأحسن حل كمان على كل حال دايماً بحب أقول إن إحنا يعني الكيس ما يبقى فيه كمان على الأرض ونسمع من الناس جربت المنتج بنفسها بتالي ده بيكون أسهل وأحسن إن المعلومة توصل للناس فخلينا نحن نتابع كيس معنا إبراهيم بالزبط نعرف إيه اللي حصل ووزنه كان كام ونزل كام مع بيستة ونرجع نكام احكي لنا قصتك مع بيستة وإزاي سعادتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من الحاجات كتير من ضمنها إن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا بستخدم بيستة بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بيستة بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستة قبل الأكل بنصف ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني إن أنا جعان خالص لغير إن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكيني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس إنهم يستخدموا بيستة يعني يمكن أكبر دليل على فعالية المنتج من عدمه لما بتسمع من حد قريدي جربه وإحنا هنا عندنا برضو ثقافة إن الناس تحب تسمع من بعض يعني دعملت حتى للسينما لما بنروح سينما أقول لك الفيلم حلو صممموك يبقى زوقي غير زوق بس في حاجات بتبقى بيز بقى لما أنت تجرب منتج معين ويساعدك فعلا وتخس فبتالي دي بتبقى زي ما بتقال word of mouth يعني كويسة جدا طيب نروح شوية كده لبعض الأسئلة اللي بتتبعت لما الناس بتبقى عارفة وبالنوه عن الفقرة التبية عشان نحاول نجاوب على قد ما نقدر يعني من الأسئلة نوها عندها 25 سنة ووزنها 100 كيلو وطولها 157 طبعا الوزن 100 كيلو ده حتى لو طولها 120 سمتر كتير يعني وزنها 100 وطولها 157 157 فيها كبير قوي كتير جدا جدا يعني هي نوها مظلوط يعني 100 كيلو ده ما ينفعش لو طولك ما يبقى حد 100 كيلو بتريد لا وخلينا هي بص يا كلها نهواند بالأرقام هي فوش تبات بس كيلو كتير يعني ايا كتير بس أنا لو شخص مثلا طويل قوي ورجل وعندي كتلة عضلية بلعب رياضة فالوزن ده جزء يعني احنا بشوف كولاز مثلا بيوصلوا 190 سنتيمتر ورياضي خلي بالك وممكن يكون مش طويل قوي بس شاب رياضي لو وقف على إيم بادي عملنا ميزان إيم بادي لقينا معظم الكتلة اللي في جسمه ده عضلية فده شخص صحي جدا فيها طبعا بتختلف من شخص التاني بس هي أكيد نوها كابنت مصرية طبيعية جدا هتلاقيها يعني ولا بتمارس رياضة ومش رياضية بدلين هي زالت للوزن ده وسنها صغير وأكيد متجهة للأكل طول الوقت والجونك فود بالنسبة أن سنها صغير زي ما أنت قلت أعتقد 20 سنة فأنا بنصح نوها النهاردة طبعا نهاية تتواصل مع فريق شركة بايو ناترل لا يعني ده 25 25 سنة يعني في نفس الرينج اللي هو شابة جامعية لسه مخلصة جامعة فهي يعني غالبا ممكن تكون لسه مخلفتش ولا أي حاجة ففي زيادة كبيرة جدا طبعا زيادة كبيرة فنوها من الناس اللي هتتواصل زي ما قلنا يا نهواند على أرقام اللي ظهر على الشاشة أو تقدر تخش على صفحة الشركة بايو بيستا علشان أولا تاخد الكورس بيستا أو هم يقرروا إيه لمناسب لها بس أنا أعتقد أن بيستا يكون أنسب حاجة لها لأن طالما في الرسالة ما ذكرتش أي مشاكل صحية عندها فغالبا بيستا هيكون الأنسب والبيستا كالعادة زي ما أنا بقول بناخد كيس قبل كل الوجبات الرئيسية عشان يعمل كمادة مليئة فالكميات أكلها والشراها تقل كتير جدا ويبقى عندنا نسبة من الشبع معقولة هناخد تابلت قرس واحد من قلب مالتي فيت اللي هيديها 13 عنصر يخليها تخس أولا أسرع كل الحاجات اللي تخص الجمال كبنوتة لسه صغيرة شعرها ضوافرها بشرتها تحس أن هي بتخس وشكلها كويس جدا وخلاصة الشاي الأخضر اللي هيساعدها جدا تفقد زي ما قلنا قبل كده نهواند من 8 إلى 12 كيلو على حسب طبعا طبيعي الجسمها وحركتها وهضيف طبعا أهم حاجة يا نوها أنه فيه متابعة مجانية إسبوعية مع الفريق شركة بايو ناترلز الطبي طبعا ومش بس كده وفايتامين دي نهواند طيب السوها بتقول أنا دي بقى وحنتكلم في العموم للناس كتيرة نفس الكيس بتحب الأكل جدا بس اللي بيتخانه أوكي دي مشكلتها كبيرة جدا نعم ده سمنة موضعية وده هكمل إجابة بقى زي اللي احنا كنا بنقولها مع بعض يا نهواند أن زي ما قلنا بيستا مش بس هيخليك تخسي هو بيساعدك نتيجة المكونات اللي جواها اللي قلناها تاني هقولها فيتامين سي والالكارنتين أن السمنة الموجودة عندك في مناطق موضعية محددة الخسر الجناب البطن هنبتدي يشتغل عليها بصورة مركزة أكتر أنه يطلع الدهون أو يخلخل زي ما لو سميها الدهون من الخلايا دي وتبقى هي مصدر الطاقة في جسمك فأنتي حتى ودي الحاجة التانية اللي عايز أقولك نهواند الفيدباك اللي بسمعه الحمد لله دايما في فريقنا في شركة بايو ناترلز أن احنا رغم أول مرة نبقى ماشيين على كورس أو على دايت ونحس أن احنا عندنا طاقة وده برضو نابع من المكونات اللي أنا بقولك عليها رائع جدا دكتور الأسف في الوقت خلاص خلص بس نورتينا دكتور ريهان بجد وإن شاء الله نتقابل ملف آخر وحلقة جديدة واشكر حضراتكم على متابعتنا أكيد النهاردة نشوفكم في حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهل مع السلامة